اشتركوا في القناة اهلا سيدي اشتركوا في القناة 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 الفقر دائما يوليد الأبطال الفقر يوليد الرجال الفقر يوليد النجوم أنا من واحد الناس لي الفقر كان صنع مني راجل صنع مني أنه يعتمد على نفسي صنع مني أنني كان فكر يوميا أنني خسنين عاون الواليد خسنين عاون أخوتي وهذه الكاريات لنقول لي تبارك الله عليك الكاريات شكرا لك نحن تلقى معاك ونكون راجل غن عنك ونشكرك بزاف وأنا قطبت في تقديم ديلي أنني نقول عيسامي حقاش أنت من صغر ديالك وانت كتخدم وكتدمر باش تعاول الأب ديالك اللي كتجمعك بيه وحد العلاقة طيبة خاصة أنه ولعبت دور ديال الأب والأم الوالد بالصحي نحي ماتت الوالدة بكريم ماتت في 78 ماتت ونعد 11 العام الوالد مسكين فضل أنه ما يتزوجش علينا وبقى مغمر معنا تطيب لنا بيدوها دي وتكرفس علينا أنا كان من موقعي كواحد من دوي الاحتياجات الخاصة اللي ضعيف ما عنا قدش نعون ببوف شي حاجة أخرى إلا أنني ندير شي بيع وشريال اللي علاقة دلحال كتكن ديذوك لبيعات الشريال بعت الكرموس الهندي والتطليتشوك بعت الكرواس وكرملية مع الحضاش والفطور تلستديال العشية وما بعت والو يعني تكرفس تو في الأخير بقيت كن بيع القارو لي أسهل حاجة ليا بعت واحد الخمس سنين ولا أكتر بعت فيها القارو باش نعون الوالد والوالد غمر معنا من 78 تل خمسة وتسعين يعني 17 العمو الزوفري تكبر نحنا واللي تانا معروف شوية واللي تانا تخلص ونشد الفلوس عادها جوجنا الوالد وإحنا اللي وركني باش نجوجه وما بغاش في الأول ولكن الحمد لله دابا مع الحاجة فاطيما الله يخلى لنا تهيار لعبة دور كبير دور الأم ودور الزوجة مع الأب الله يخلى لنا وذكرت شي واحد الحاجة اللي أنا صراحة كنت ما قدرتش نقلها من الشيء أنا من دويح الشياجات الخاصة وهذي اللي كيعرفة فأنا كيعجبني فيك هالتصالح مع الداس لالشي ما كين تصالح اللي خسو يكون على طيبي خاطئ خسو تقبلي وكيكون بتيلا ولقبلتي عندك الآجر مع الله وانا من هاد النوع وكين تصالح اللي مجبر انت تتصالح مع نفسك لما بغيتيش تصالح أشغل دير قاع أنا نقول لك على القادية أنا العروجية كن حسبها قيمة مضافة ليا أنا كن حسبها فيتبال فنانا الخرين هذا نقول لك العروجية أنا معرجة لدي تصحيح بحيح الناس وعرجات حيث الوالدين ما دارو جدك الشوكة ديال 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 الشلال وصدقت ولكن أقسموا بالليلة أحسن نعمة أحسن أعطاني الله بزاف النعام غادي نجيو عليها في الصرد معاك ولكن أوله متاج لفقراسي هي الإعاقة الإعاقة صنعت مني الاختلاف الإعاقة خلت ديك نقطة ضع في الصباحية نقطة القوة الإعاقة أنا نقول لك بزاف الإعاقة أنا كنقول لها هي والله مع الفقر شكرا الفقر شكرا الإعاقة أنا فخورة أنا معاك هذا من جهة وغامدالك بالبرقاقات شنو كيعني لك هاد الاسم هذا أنا عارف بأنا عنده هاد القيمة بنسبالك البرقاقات أولا نقول لك واحد القادية ظاهرة تبرقيق إحنا دذناها في 87 هو السكيتش اللي بديني بيفتباق الموضون وهو السكيتش اللي كان سبب الشهرة ديالنا ولكن أشنو البرقاقات البرقاقات في غياب ما كانش البرطابل وما كانش هاد علام التواصول وهالتبرقيق اللي كيندابة من داراك من بيت من عز ديالك من هاد البرقاقات في ميصاج صيفتي والآخر يصيفت ما كانش كانوا ناس خرين تخصصين في البرقاقات نساء ورجال احنا اختضينا الفئة العيالات اللي كيمشي والعراسات ودبنا هاداك سكيتش وكان هو البديد ديالنا وكان هو فال الخير علينا وكنت كنت مع سي فاهيد كنت مع الفنان الكبير كنت مع النجم الكبير عبدالخالق فاهيد عبدالخالق فاهيد نجم كبير وممتيل كبير ومرضي الوالدين ونقول لكم وعلى القضية وحد الوقت مني دارت وزارة تعنا بدوي الاحتياجات الخاصة يعني المعاقين كانت ديكسا كي يقول وحد الوزارة ديال الاسرة والمعاقين وكادا وكانوا حتو باش نكون ما هو الادماج الحقيقي هو وقوف السوي مع المعاق وعبدالخالق في 87 قبل ما تكون هاد الوزارة اللي كتعنا به هاد الاشخاص طبق هاد القضية هو انه دار الادماج الحقيقي لانه كان سوي وصبر انه يكون مع واحد من دوي الاحتياجات الخاصة واستمرين اناوية 13 سنة 13 سنة اللي عبدالخالق صابر لواحد السيد من دوي ورقبوا في الطاكسي يعني كينا واحد صعوبات عدي وخا انا بصالح معدات ولكن كينا صعوبات لخالق النقص العضوي ديالي انه مسألة عضوية عندي انه ما نقص نيرجل يعني ذاك الرجل تسبب شلال حراكي وعبدالخالق كان قولي من هاد المنبر تبارك الله عليك ورق خويا ورق عزيز وعبدالخالق ولدولد كيبغي يسميه هو وللوم تسمي دي كلامية انا عبدالخالق حبا في العلاقة ديالنا واحتراما لها وتقديم القدسية المهم من هاد العلاقة طلب مني انا نسمي ولده وبالفعل سميته بأشرف الله يكمل علي بخير وايوب وملاك وللسمية السعب الخالق الله عم مرادات تبارك الله عليك السعب الخالق انت عارف انني كان تغطى جي معاك مرقية وانت لقى من الهضرات ديالك وهذا الكلام الطيب اللي قلت في حق ديالك نسنجو ان ما كانش خلافات بيناتكم وانما العلاقة جد طيبة بيناتكم وما كانش خلاف ولكن كان اختيارات واختار انه يكمل الكاريار دياله بوحد طريقة وانا بقيت وكملتنا الكاريار ديالي بوحد طريقة العكس احنا ما سبب لنا من يمشى هو ومشي تانا الجي اخرى ما سبب لنا نتحج العكس عيوات نبقى اسم وانتنا الصدقة ولينا اسمين ولا فهيد عبد الخالق ولا محمد ضارة تزادوا في الساحة الحمدولي لا لا العكس العكس تشيلا يفسدوا في الودقة ديال ما كانت عبد الخالق كبيرة وغا تبقى كبيرة ما حايت ده بغا ندخلوا للاعمال ديالك في حد الفترة للاسف انك انتي بغيت تتازل من الفن ولكن رجعك وحد الاسم اخر رجعك للساحة الفنية فتكلم لينا على علاقتك بسي فركوس وكيفاش ترجعتي بالفضل ديال ايا هي ما معمرني كنت كان فكر في استيقالة انني نستقل ولا نعتزل ولا نمشي بحالي قد استيقالة بحلا بحلا خدامين في شركة مع الفن انه ولمشي ذيال شركة او لا انا معمرني فكرت في الاعتزال بتاتا يعني قالوها بزيف الناس مش يعيرتي قالوها بزيف الناس ان الاعتزال ولكن واحد الوقت حسيت بواحد الفترة تيأس انه مقيتش خدام سيد اللي كانت خدام معه خدام مع واحد الفرقاء ديال المصراح اللي كانت ناجحة انا داك اللي هي مصراح الحي ماسي حسن فلان الفنان والاداري الكبير ديالنا وصادقنا وحبيبنا وكانوا اسماء كبيرة ما ما كانش عدي ما كتابش انه يكون عدي بلاسة معاهم ما كتابتش يعني بقيت بوحد بني بقيت بوحد ولي كان بغيت نخدم راسي كمش عد مخرجين دائما واحد المجموعة ديال المخرجين وللا منشي المخرجين بليتو المجموعة ديال شركة الانتاج كانت كانت شوفي المعاق تمت صبت بوحد اليأس وبركت بركت 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 تذيك الفترة فكرت اشغن ديال ارى ندي الشي اللي انا كنت ميليه وانتصالح ماداتي بالصح ودرت ميه رجان الفناني المبدعي المعاقين وكانت أول دورة درت الدورة اللولة والدورة التانية وشوية وليت مع موحد المجموعة ديال المهرجان ديال والاحتياجات الخاصة اللي حضر فيهم كل سيدنا وكان شرف لي جاء لجول وزارة وجاء لها سيدنا اللي ينصروا هذا شرف لكن الكن كتبقى الحاجة في واحد الحاجة كتكني لداخل في قلبي وان حسيت براسي ان تخلق يمكن باش نكون فنان باش انا الاعاقة مع مر حل حل هو ان تلاق سعد الله فركوس ونعمل وارعاه وعطاني يد المساعدة بزاف هذه الحقيقة ودار اعمال كتيرة او بدأ هب لا بدأ بفيلم لا بدأ باش وياخد لقريمون ديالو وتعود عدو الشركة خصو يدير طواكو غمي طغاج من بين دوك طواكو غمي طغاج دار الكسيدة اللي عطاني في البطولة انا ومحمد شبي عمر العزوزي واحد المجموعة ديال الاسماء وكانت هذيك ينطلق ديالي من بعد جاءت فركوس وفركوس من بعد جاءت واحد المجموعة اللي تيلي فيلم اللي لعبت معا فيهم من بعد جاءت انه تعوني معايا انه اعطاني التقيقة في نفسي ان نبدأ نكتب ونبدأ مراجعة على بعض الأعمال من بعد جاء واحد الفيلم سينمائي اللي اسمته الفروج اللي درنا به البوكسوفيس يعني حطمنا به الرقم القياسي ديال المداخل اللي اعطاني فيه واحد دور مهم جدا داخل العمال اللي زادني واحد الخطوات القدام بزاف كان شكروه سعبد الله فركوس كيبقى خويا ولداته وكيبقى ولداتنا الزوجة ديال وكيبقى واحد سيدة محترمة وصديقة الزوجة ديال وكيفيني شعرف أنني دوس مع واحد الفطرة طويلة اللي تفوق عشر سنين تعلمت منه بزاف تعلمت منه هو هو اللي تعلمت منه أنه الإنسان يعتمد على نفسه تعلمت منه النضال الشخصي أنه تناضل من أجل الحياة تعلمت منه وحد الحاجة أنا خرجت أستنبط منه أموت من أجل أن أحيا يعني جملة فلسفية أنا جيتني بحال كأن الإنسان يريد أن يتضرب لكي يعيش تعلمت منه أنه يريد أن يدير مشاريع لوليداته لكي لا يتعذب لكي يتعذبنا تعلمت منه أن الفن لا تنتظر وحد يعطيك واحد لوك ويقول لك هاك أخودي أبدا أنت سكتبري على ذاك الدور وكأن أقول سي عبد الله فركوس من هذا المنبر أنا سأرى في طريق ديالك والأيام القادمة سأرى بزاك الحويجات سأرى محمد ضارة وعجبك أكيد لأن أنت أي حاجة زوينة ديالي تصفق لي وكدو لي برافو عليك سي عبد الله أخويا فركوس أنا سأرى في طريق ونعجبك ونعجبك والطريقة والحويجات القادمة والأعوام الجاي ان شاء الله سأرى بزاك الحويجات تبارك الله عليك ولك دائما فوقراسي سأرى سأرى أكيد سأرى مجموعة الأعمال أكيد سأرى أخاف من العين ولكن لم أكن لدي مفاجأات محمد دارة التي ستصر لمغربة أكيد والتي سأرى بذلك التي تنبح ما لم أكن أحيان ما لم أكن مفاجأة لذلك لم أكن لم أكن أحيان 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 من أجل تحقيق ونجد الله بحثه ونقول يا رب توقف معي لأن هذا ينفس لأن ما أحيان 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 محل أحيان جاء محل أن نحن أحيان أحيان محل أن أحيان 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 ستجد أحيان أحيان أنا أحيان أنا أحيان لإحرا أيجان لأن أحيان أحيان هي أحيان أحيان وده بعد دوز يماني في الدروة فرنسي وعندي زينب دوز يماني في الدروة فرنسي وعندي عيسى وموسى وولادي كلهم من حافظة القرآن وأسماء حافظة القرآن ثلاثة المرات خاتمها حفظا وقواعيد زينب تهي حافظة ثلاثة وثلاثين حزب عيسى وموسى توم حافظين والفضل كيرجع الحاجة مريم مراتي الزوجة ديالي اللي في صراحة واحد سيدة عدا تشبوت ديني زوين أنها كتحرص على ولداتها يريت 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 هذه المسألة اللي كنقوله الشريع عمار بدرالي القباح وذي ولكن يريت نقدموه إحنا داخل أسر ديالنا ندير المناعة لولداتنا يعني أمهات وآباء من هذه الزاوية أنا كنت طلب من الأمهات والآباء أننا كنا 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 ندير المناعة ما نقوش دي ما كنسبيوه في الدولة إلا صيبت أنا ولدي والتصيبتي ولدي كل أخر صيب ولده دليل المناعة داخل البيت وخيخرج للشريع ما هيكونش تأثير الشريع لي كتير لأن المناعة اللي غدليك ستكون مناعة صحيحة وهنا غدي نصيبه جيل آخر إن شاء الله وفي الأخير على ذيك الجيل بغيناك توجه واحد رسالة للشباب ديالنا سواء للشباب اللي كيعاني إعاقة أو اللي كيعانيهاش أنا الشباب اللي كيعاني إعاقة بوحده والشباب الآخر بوحده أنا الشباب الآخر أنا كنشوفهم خوتي لأن خوتي كلهم أسوية كنطلب منهم أنهم ياخدوا المبادرة يجتهدوا يخدموا نقول لكم واحد القادية تحاجة ليست الأمور بالتمني ولكن تأخدوا الدنيا غلابة إلا ما خرجناها شو اجتهدنا إحنا واخدينا المبادرة إحنا رمي مكنش نوصلوا خدوا المبادرة خد المبادرة اليوم وغدوا بتغدى ولكن والله العظيم شوف لكل مجتهدين نصيب من تعب نال مني ستتعدب وتمحن والله ستأخذ بالله ستأخذ هادو الشباب بشكلين عام الشباب المعاق بشكلين خاص هادو هاد الشريحة كنتمي لها وأعتز وأفتخر بانتماء لها لأن هاد الشريحة أنا نتمنى القائمين على الشأن ديال الأشخاص المعاقين من جمعيات ووزارة ومجتمع مدني أنهم يأخذوا هاد الناس بعيد الاعتبار يأخذون بعيد الاعتبار لأنهم يستحقون المساعدة وماشي دائم المساعدة كتكون مادية بعد اخترت عير اللفظية عير كلمة طيبة لهادك الشخص ركتحمسه أنه كتعطي تتقى في نفسه ومكيبقاش يشوف رسو معاق يشوف رسو أنه يخصوا عير واحد دفعة هادك الدفعة رع عندكم تتومة حاولوا عير ما تدفعوناش بزاف لنظلقوا رح نعليع كواكس فهمتي عذاك ما تورر كويس رنصدقوا طيحين هذا هو اللي كانقول أنا دي ما كنقول لمعاقين وغادي نقولها في المنبر ديالكم أنا عدي واحد القصيدة على المعاقين تنفتخر بيها وتنقولها ليوم كاملين وأنا غنشوف أخويا رشيد وفي الكاميرا ديالو عادة نقولها لاتشوف فيها الإعاقة هادا مكتب الله شوف ما فيها منطقة كيف كيف عباد الله شمسات عبر راقق القمار يباني شعدياه مانا مانا منشنقة مانا راه راه والغوت وراه أنا طاقة خلاقة تبني الوطن تسونو طرعاه تانا ما بلع الشقق عاشق ماليكي ميت فهواه شوفوا شوفوا شلا ما تشوف شوف الحضاقة شوف اللاباقا شوف الأناقا شوف الصداقة لا تشوف فيها الإعاقة هادا مكتب الله شوف ما فيها منطقة كيف كيف عباد الله محدد نقطة تنطلق الهدف باللياراه رفع رأيت بلادي خفاقة ترفرف عاليا بسمه وصراحة ما نقدرش نختم بشي حاجة أحسن من هاتشلية لنا ستي محمد دهرة هادي موهبة من المواهب الكثيرة اللي كيتمتع بها اللي هي الشعر الزجل فهذا هو اللقاءنا اليوم ما كرناش هنونا نواصلوا الحديد دينا معه ما سخيناش بي ولكن للأسف الوقت دهمنا فنطلق لكم إن شاء الله في اللقاء جديد قريبا جدا ومع ضيف جديد بسلام عليكم موسيقى